شو بتقول الأفلاك لموليد الجوزاء بشهر كانون التاني جنوري يناير من عام 2021 في مثل فرنسوي بقول عزيزي الجوزاء مهما فرض العقل نفسه المخيلة بتجعل للإنسان طبيعة تاني هالمخيلة بتحكم الناس مثل ما بيظنوا البعض وبعض المفكرين خاصة إن اليوم وبهالشهر بتجعلك تروح بأحلامك وتصوراتك بعيدا جدا جوبيتير وساتيرن بيطالع جيد لبرجك بيواحوا عندك بعض الأهواء والتطلع للبعيد في حين إنه كوكب ميركوريا اللي بينضم لقلون بتاريخ تسعة بيزيدك حماسة وشغف أنت يلي بتتميز بهالشغف المتنقل عن سائر الموليد بتصود رأسك أفكار كتيرة ومتشاعبة وبتلاقي نفسك عم تبحث بكل الاتجاهات عن شي بيطمنك وبيصير حماستك بالوقت نفسه بيغمرك كوكب نبتون بالحماسة كما كوكب مارس يلي بيشيروا لبعض التغيرات المهمة يلي لازم تواكبها بانفتاح وبتولد عندك بعض الأحلام ترجع لنفسك بالأسبوعين الأولين حتى تعيد النظر ببعض القناعات والالتزامات ويمكن تنكمش على زيتك شوي على أثر بعض التطورات وبتدرس إمكانتك وتطلعاتك وعروضها بتقدم لإلك أو أفكار بتريد إنك تدرسها بعينيه بعدين مع دخول الشمس لبرج الدلو كمان والانضمام لجوبيتار وساتيرن وميركير بتستفيق على جديد وهالشي بالأيام العشرة الأخيرة من الممكن إنك تقوم بسفر أو تفكر بها السفر وتحقق بعض الرغبات وكمان يمكن تخطط لشي جديد بتلاقيه مناسب بتهتم عزيز الجوزاء بقضايا عائلية اللي بتبرز كأولويتك هلأ بالإضافة لأهداف بتركز عليها بشكل استثنائي اقتراب كوكب ميركير من أورانيوس ببرج السور يمكن يولد حالة من الاندفاع والحماسة يلي بينقلبه لغضب ومواجهة إذا ما تبطل أوضاع بتبين الشؤون المادية مستقرة ما في شي جديد بتتحدث عنه الأفلاك رغم حماستك لشؤون مالية أو استثمارية بتخص الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء أو المقربين خاصة بين 13 و28 أو بين الأمر الجديد والأمر المكتبل بتشرق بالجاذبية كبيرة بهالشهر ويمكن عندك فرص عاطفية مهمة ومحتملة إذا كنت عازب كما أنك بتقبل على بعض النشاطات الاجتماعية وبتعيش تجارب مع أشخاص جدد وصدقات بتعيدها بهالشهر بتكون متحمس جدا وبترغب بالحب لأنه كوكب فينيوس ومارس بيعززوا جاذبيتك وبيخلوك شديد الإغراء والإغواء بتشتد الرغبات كمان ويمكن تميل لشخص أو لبعض المغامرات ويكون طموحك كبير بلقاء شخص بمستوى أحلامك ومخيلتك بتساعدك الأقدار عزيزي الجوزاء على إيجاد هالشي وهالشي أثناء بعض المناسبات الترفيهية أو الثقافية لا شك إنك تتبادل كلمات الحب والإعجاب أو الود مع بعض الأشخاص بتكون طاقتك على التناغم والتبادل الفكري والعاطفي كبيرة جدا وهالشي بيجذبك لبعض الغرباء خاصة بالأيام العشرة الأخيرة يلي بتقدم لك فرص للسفر أو للقاء شخص استثنائي بحياتك شهر جميل عك الحال السنة كلها بالإجمال بتوعدك بالأفضل عزيزي الجوزاء شكرا